السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحسن بكم في حلقة فيتو منقال عمالقة اوم على العمالقة انا قمت بتصرخ انقطع على المايك انقطعنا عنكم فترة نعرفين كون الاسايا ولكن بسبب الظروف الحالية الحمد لله قدرنا نجمع اكبر عدد من متابعين منقال عمالقة في هذه الحلقة فيتو خماسي فيتو بالخمسة اعتقد دايما اربعة حنا هذا شيء جميل جدا ها يوم المرة نجمع الخماسي المتابعين لمنقال عمالقة في حلقة فيتو واحدة لذلك خلونا نبدأ فريق الإثارة والمتعة والتشوير نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق السؤال الاول لك يا دحوم السؤال يقول لا اود ان اقول ان اتمنى ايرن يمسح الجميع خارج الجزيرة ولكن بافتراض ان ارمن واللي معه اقدروا يقنعون ايرن انه يعدل عن قراره لا افتراض من هذا الشيء هل تتوقع ان هناك حل للسلام في هذه الحالة سواء كان في حل او لا اذكر السبب رجائع اوكي باس جلو الله واكبر انا ريح نفسه على طول من البداية انا هو مطبل ايرن انا بيه وابيه تبغى مطبل ايرن اه وتبغى اجابة منطقية بنفس الوقت لقد دللت الطريق خاني اقول لك خاني اقول لك انه هذا الشيء اللي يتوقع واتمنى بنفس الوقت اصلا كل تحركات ارمن وحتى ماغات واللي معاه جراء او اسباب سببها ايرن فهو ايرن اصلا عارف القرار اللي بيتخذونه انا اتمنى واتوقع انه ايرن ما يدمر العالم فهذا في الاخير يعني عمل وحشي جدا اذا خذناه في عين الاعتبار لذلك ايرن يبغى يوصل لهدف معين بس يتحقق هذا الهدف يقول لهم ايش نواياه الحقيقي ايرن راح يتوقف عن تدمير العالم بقرار شخصي منه هو ماهو باقناع من ارمن ومن الماعا فيتو شوف اول شي في اخر فاصل احنا وش شفنا انه يقول لك العمالقة تقريبا دخلوا مارلي تمام احد حدود بداية حدود مارلي فالرجاله واضح انه رايح ورايح يدمرهم فما اعتقد انه لما وصل هناك وقف نهائيا انه واضح ان الرجال هذه نقطة ولازالوا يمشون العمالقة النقطة الثانية ايرن اعتقد هو يبي يدمر العالم ايرن يحمل نوع من الحقد اتجاه العالم خلاص يبي يمساح حتى شفنا في نهاية الانمال الرجال مقتنع انه يقول لي انا عشان نرتاح انه لازم نلبحلي على الضفة الثانية من البحر لازم نقتلهم فما اعتقد انه بيوقف تمام ولا حتى بقرار شخصي منه نهائيا اللي بوقفه احد بوقفه يا ارمن يا مكاسة خيرهم ما اعتقد احد بيقدر يوقفه شيء كده ممكن شخصيات اخرى لا بس ما عندنا المكاسة او ارم فقط لكن في قرار شخصي منه مستحيل ولا اعتقد ان بيوقف اعتقد انا اشوف يعني والمفترض ما اشتح في السؤال ولكن اشوف انه في النهاية ممكن يموت ويموت بسبب الشيء هذا يقفون ضده ولا يقفون هذا ما اراه حس الكاتب كده تودع بيتو ابدأ المعركة انا بتكلم عن حكاية انه العمالقة تقريبا وصلوا للمارلي هذي توقعات من عندهم مين يدري لو ايرن موقف من نص الطريق وقعد يجمع العمالقة في نقطة معينة لا احد يعلم ولكن حتى لو دمر اجزاء من المارلي فقد يكون دمر مع اسكرات الجيش فقط احنا برضو ما نقدر نجزم بانه دمرها دمرها حتى وان دمرها فعليا حرفيا فلابد من التضحيات ليصل لما يريد العالم مو كل العالم يعرف انه ايرن تحرك وتقدم ما يعرف الا جيش المارلي وليوصل الخبر لدولة المارلي لكن لما تقع حادثة من دك الارض هنا العالم كله يدرك اللي قاعد يسويها ايرن فقد تكون خطة فيها تضحيات يعني لابد ان يضحي باشخاص واعتقد انه كثير من المارلي سيئين مذنبين توقع يستحقون ما يجغل انا عتفل كافر عليك والله شرير يا عبد الجديد تقول تضحيات وتضحيك والناس العنصريين اللي بغوا يقتلون طفل تركي لمجرد انه قد يكون من الالبيان فهذا والناس صراحة هم اشترى الاكثر من الجديد اي والله سؤال اللي بعد يعود لعبد الرحمن بعد الباص ويقول بما ان المنقى على وشك الانتهاء ما هي الاشياء الغير واضحة وتريد من الكاتب ان يفسرها في الفصول القادمة يلا عندك سؤال ستيب انا اعطيكم فرصة لان انتم ماجد جيل وانتم اللي تضاربوان على اشياء الغير واضحة لا 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 هذه اشياء انا متفق فيها مع ماجد وتوقع حتى ياسر مع ذلك معظم مع معظم نبغى اصل عرق الالديا مو كلهم من يوم الفريدس احنا عارفين ذلك الشي واذا كانوا كلهم من يوم الفريدس يش الفرق بين الملكي والعادي الشي الثاني ما حدث قبل مية سنة لما تم زي ما تقول مسح ذاكرة الجميع لانه فيه عشرين سنة فهذه الكاتب ما تطلق لها نبغى حكاية العشرين سنة هذه كذلك كارل فريدس يعني هو ظهر منه اشياء كثيرة ولكن كثير من الفانس يبغون زي ما تقول تصريح مؤكد لانه النظريات تطلع بلا توقف يعني الامر الاخير ما زلنا نحتاج الكثير من ماضي يومر وحكاية تقسيم العمالقة الى تسعة هذه غير مجهولة حتى الان اذا فيه غموض قدنا نعرفه نبغى نعرف ايرين بيوصل الى هاتفين هذا هو الامر ما هو غامض حاليا لكنه جاي مع القصة ونحنا عارفين انه جاي لكن مثل ذلك الاشياء ثلاثة الونا انا ما ادري مين تبتيجي فهي الهمة الاكبر جميل سؤال اللي بعد ينتقل لك يا جلو بعد الستيل الستوري وهو سؤال شائق جدا فاركزه بالسؤال اذا كان ايرين اللي بالمستقبل هو من اوصل الذكريات والافكار لابوه لكي يقتل الريس وياخذ قدرة المؤسس فمن اوصل الذكريات الشنيعة المستقبلية التي اخافت قريشا حتى يخبر زيك بان يوقف ايرين وكيف اوصلها لقريشا ستيل لون ولون يواحدة بوحدة لا مو بوحدة بعضة ايش ابشع وايش اكتر شي يخوف من ان يشوف ان العالم كل يُتدمر مو بس كده ايش الشي اللي رح يحرك encontر الب من ابنا ايش الشي اللي رح يشوف ان اوكي انا سوت كل هدا عشان ابغى احميكم انتم اخوتها انت راح تموت ليش وليش وليش انا شوف ان وقال زيك وقف إيرن لأنه عارف إن إيرن في الأخير هو جاي يبغى يموت نفسه على سبيل إنه يوقف سلسلة الانتقام في عالم البشرية ونفس الكلام اللي قلت بالأخير إنه يحاول يمتص كل الغضب البشرية وخلي كل البشر عليه وشاف أبوه المذبح اللي بسوها إيرن زي ما شفنا لحين قوة دك الأرض رايحة ووصلت في المارضة قرد يعني وبالنسبة لي شلون شاف أبوه مين الشخص اللي وره إيرن ذكريهات سيما شفنا إنه في البداية إنه إيرن وره لقطات هذه طبيعي أنه في أحد لقطات هذه ظهر لقطات المستقبل أو شي بيصير لإيرن بعدين فالمن يوره شخص هو إيرن نفسه الله عليك فراه الله ما فهمت السؤال أنا قلت لكم ركزه السؤال اللي بعدا لي أنا ويقول هل من الممكن أن تكون هستوريا حامل من إيرن؟ ومن غير إيرن يستطيع يعني إنجاب هذا الطفل الأسطوري من هستوريا؟ إيرن هو اللي شاف المستقبل ومخططه بكل شيء هو اللي راح لعب عليها بكلمتين وعب عقلها وقص عليها وسوها ذلكل كلام لأنه عارف لأنه عارف أن الطفل المستقبل يلازم يولدون خطة وكده فإيرن إيرن أنا أنا أقول إيرن ينصر دينك يا شيخ والله ينصر دينك يا شيخ ما أحترض على إيرن أنا مين عشان أحترض عنه؟ يا الله مين يابويا بلى يقول لي ليفاي بدرياشة كمان لا 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 إيرن إيرن الله يلا يا ياسر شوف أنا كلنا يعني نبي شخصية ومتازل تكون زوج هستوريا لاسي من هستوريا صمت علقة بإيرن بشكل أو بآخر حتى إيرن يعني يكون لها مشاعر أحسن أن يكون لها مشاعر عكس من ميكاسا يعني يهتم لها أكبر من ميكاسا أو ينظر لها بشكل مختلف عن ميكاسا لكن أعتقد أننا شفنا كلام هستوريا عن أن الفلاح الموجود عندهم اللي يشتغل لهول اللي يحملت منا ممكن عشان هي ويكون أكثر منطقية لما تكون مثلا ما تبي هذا الطفل يعني زي ما تقول هو الطفل اللي بيحملون عليه عاتق أنه يكون شسمه المؤسس بيحملون عليه عاتق أنه يكون يعني خلا تسميه الطفل الموعود تمام؟ فما أعتقد أنه يصير والله مثلا بأخذ إيرن أو لا بتفكر أكثر دعني واحد يعني يفلاح وانتهينة كنت الفكرة إذا فهمت قصدي أو إذا فهمت قصدي يعني مثلا بيكون أبسط من كده ليس لازم شخص أعرف أشخص من بأيده خلص فيتو أنا أنا مصر على إيرن طبعا بعد كلام مالده لقبل لا ممكن أكون مشكل أنا أشوف إنه يعني هذا مو دليل إنه ما تقول لي هستورية تتكلم إنه هذا مو حتى مو ما قالت يعني بشكل واضح إنه هذا زوجها وهذا ابن الطفل أنا أذكر إنه كانوا يتساءلون مين طفله لازالت الأسئلة هذه مين طفل هذا الشخص لكن دم إحنا الآن قاعد أنا قاعد أشوف إنه إيرن قاعد يخطط لهذا كله ما يعني من أسهل لها إنها يكون أب الطفل هذا وإنها جاب شخص آخر يكون يرعى هذا الطفل عشان ما حد يجي يتكلم عن إيرن أو يتكلم عن هستوريا إيرن ما لا دخل في هستوريا لأنه فيه شخص آخر قدام الناس اللي هو الفلاح يعني ممكن يكون زوجها أو حبيبة أو ما إلى ذلك فاحتمال كبير يكون إيرن أمو مو بهذا الدليل لكن لأن إيرن يعني مخطط وحابك أم الخطة لا فألا يعني لا ضرر أنه يعني يكون الولد ولد إيرن بيتو البيتو صراحة للإنصار يعني ياسر جاب جاب دليل إحنا ما عندنا دليل دليل لأنه يعتمد على إنه إيرن مخطط لكل شيء وإيرن قد يكون إيرن ممخطط لأنه إضافة على الكلام اللي قال ياسر حكاية أنه اليقاريين نفسهم قاعدين يحاولون يدورون أو يحصلون على موقع هستوريا ولكن إذا إيرن يعني عارف موقع هستوريا يعني مفترض أنه يقول لليقاريين لكن ما زالت فيه شكوك أنه إيرن يلعب إيرن حتى يخدع حتى اليقاريين ما فيه أي شيء يعني يمنع من هذا الأمر بالإضافة إلى أنه إيرن أصلا حكاية عاطفته اتجاه هستوريا بأنه ما يبغى يضحي بدماء الملكية حقه هستوريا مستعد يضحي بأخوه زيك عشان عنده دم ملكي ولا أنه يراهن على هستوريا ففيه عاطفة تجاه إيرن أو من إيرن تجاه هستوريا أنا أتمنى إيرن على الرغم من أنه الدلائل تشير إلى ذلك الفلاح ولكن ما زلت يعني زي ما تقول خلاص أنا أبغى إيرن يعني ما أحس أنه فيه حاجة حلوة بالفلاح أو أنه يصير الولد صاحب الدماء الملكية اللي من المفترض أنه يرث عمال الإلدية يكون مجرد ابن فلاح عادي لا كان يبغى أتوقع أنه كان يبغى يبغون منه يكون شيء كبير ما أعتقد أن الدماء الملكية ممكن يفرطون فيها ما زلت متعلق بإيرن كتوقع خين سميها نظرية يعني فيتو أنا أعتقد أنه أتفق معاه بس أنه بضيف إضافة بسيطة معينة وبرضو تنويه إيرن أنا أقول أنه أبو إيرن وليش أنه أبو إيرن بس أنه ما علم مثلاً اللي يقريين ولا شيء في الأخير أنه هو ما يبغى يخلي الأضواء على ابن المفروفين هو في خطة بسويها إيرن فإذا علم الناس أبلغ العالم أن هذا ابن اللي يقريين بيروح فوكس معه طول على إيرن لأنه في الأخير تقديسهم لإيرن هذا أولاً الثاني الخطة اللي بتكون في رأس إيرن بتخرج وبالنسبة طيب ليش هذا مو مفوض معه طبيعي أنه يتلاعب شفناه أصلاً يوم مع ميكاسا وآرمن يوم كان يتكلم معهم يوم خلص النقاش يوم دخلوا عليه الجنود قال لنا هذا ليش ما قلتولي وين مكان زيكي وهو ما يسألهم أصلاً من الأساس أنه وين مكان زيكي فكل الأدلة ضبطت الأدلة مع بعض في جمعك بالأخير إيرن قاعدت لعبوا أن هذه كلها خطة من إيرن وفي شيء بغي يصدر إيرن في الأخير فأكتبه في الفيديو عنه ننتقل للسؤال اللي بعدها لك يا معاد ويقول لماذا اليقريينز غريشا زيك وإيرن بهيئة العملاق تكون آذانهم دع رفع الشر على الأذني مثل آذان الشيطان بشكل مدبب على عكس باقي العمالقة حتى أن المهاجم العملاق المهاجم البوما السابق كانت آذانها بشكل عادي جداً على العكس العملاق المهاجم اللي عم يقول له شو إيرن بس هذا الشليل ليه؟ أعتقد أنه آذانيهم آذاني إيرن علشانهم يقريين هذا الشيء الوحيدة اللي يجمعهم يعني شفنا أم زيك ما هي من اللي يقر وما عندها الأذاني هذه ما أدري أتوقع أنه يمكن ما في تفسير آخر لكن لو حدث والكاتب يستغل التمييز هذا في الرسم لصالح سر في القصة أنا رح أقول برافو يا كاتب غير كذا أنا ماني شايف ذاك السر شيء يميز لي قريم السؤال اللي بعد لك يا معاذ بعد الباس ويقول رأينا إيرن يسيطر على قدرة العملاق المؤسس ويرسل رسالة عن طريق المعبر إلى كل رعاية يومر السؤال هو هل يستطيع إيرن أن يوجه رسالة إلى شخص بعينه عن طريق المعبر وإذا هذا الشيء ممكن ففي رأيكم ما هو أفضل سيناريو يخدم هذه القصة ستيل أنا خدت السؤال منك يا معاذ لأجلك يا معاذ أكي تسلا السيناريو الأفضل لبذل هذا الشيء طبعا نعم أعتقد أن هذا الشيء موجود ويمكن يستطيع يسويه بما أن يقدر يرسل برودكاست يقدر يرسل سنجل برودكاست يلا طيب وإذا في شخص فعليا السيناريو هذا يخدم القصة فهو راح يكون آرمن ومو الآن في الأخير يوجه رسالة آرمن لشخصة بس عشان يوضح لشين القصة وشين الخطة وهي السيناريو اللي أساسا معاذ يبيه طبعا لا أعتراض على السيناريو اللي قاله ماجد وأنا شوف نظرية معاذ جميلة جدا وقابلة للتحقيق ولكن أعلم بحض السيناريو من عندي خصوص النجاة أنا أتوقع نعم يستطيع إرسال كذا رسالة صوتية الواحد بس كذي يختاره السيناريو الأفضل أنه في نهاية القصة وريث العملاق المؤسس اللي راح يأخذ العملاق من إرن تمام؟ أو إرن في آخر عمره لا خلينا نقول وريث العملاق تمام؟ سواء كان آرمن بعد ما أكل العملاق حق إرن أو كان مثلا ابن إرن لما يأخذ هذا إذا كان ابنه من هستوريا يعني راح يرسل رسالة معينة لشخص واحد ألا وهو إرن في الماضي لما كان عند الشجر يجمع حطب وهذا وجاه الماضي حقه كله وجاه كل حاجة فاختار الوقت هذا والشخص هذا اللي هو إرن يعطيها الماضي بالكامل فأعتقد هذا هو البودكاست يوم كان قاعد عند الشجرة بر السوق يا سلام عليك رسمك توله فاللي بعد لك ياسر يقول بما أنه شفنا إرن يستطيع الآن التحكم بعملقة الجدران فلو تقاتل إرن ضد ليفاي بكامل القويمات إرساليم ورينر وزيكي كم سيستمر القتال من يوم ومن سيكون المنتصر كل واحد واحد ضد واحد حذر حذر أحلى حذر للمنتصر وبجدارة إرن ولا غيرا إرن إرن خلاص إرن الآمر الناهي بعد ما يعني استطاع يعني جمع العمالقة ويا رجل يا رجل الحجم لحالة يعني قصة يعني أنا مو متصور يعني يعني حتى لو تجمع خمسة عمالقة صعب عليهم مزيمة إرن لأنه عندها العمالقة عمالقة سوار لك العمالقة أكثر من خمسين متر وهو يمكن ضعفهم أو شيء أنا مدري حتى كم طولة لكن لما أجيب لي ثلاثة مع ليفاي ليفاي حتى مو عملاقة عشان يعني يجاري يجاري العمالقة الكبار فمستحيل مستحيل ومن سابع المستحيلات فيه شخص في منق العمال فحتروا كانوا مجموعة كبيرة أو جيوش أنهم مقدرون يهزمون إرن لأن إرن خلاص قوة ضاربة في القصة وقوة من الميرا فإرن منها ينزل ممتاز اعترضه يلا أشوف ستين يلا ما يبدأ اعتراف يولا كتقول غير المنطقة باعترض سؤال يعود ياسر بعد الباس ما الذي حصل بالضبط لما إرن سلم على يد السوريا وقبلها أعتقد الأمر هذا واضح جدا لما سلم على يد أو لما باس سيب في السوريا وارتبط بطبعا هؤلاء التتش اللي يصير مع شاسمها عائلة الملكية العائلة الملكية حقا في شاسمها حق تيمر يعني عصر مثل ريس فهذا اللي صار بالأكثر قلعت قلنا واضح جدا عشان كذا صار فيه قدر يروحي للذكريات وقدر يشوف كل شيء ومن بعدها عاد تغيرها من هنا ما يب فيتو أوه لا الإجابة صح بس أنا بفصل فيها أشوار أشوار فيتو لما باس يد هستوريا شاف ذكريات غريشيا انت بي ماجي تركز بتنلاحظ ترى باس يد هستوريا شاف ذكريات غريشيا لما كان يقتل أطفال الرئيس غريشيا لما يقتل أطفال الرئيس من وسوس له؟ إيرين في المستقبل المشهد هذا شافه إيرين وهو يبس يد هستوريا بالكامل شاف دفسه وهو كبير يوسوس لابوه عشان يقتل أطفال الرئيس وفهم الحكاية بالكامل ومن ذيك الأحداث شخصية إيرين تغيرت وصار يبحث عن الحرية وطول شعر وصار كول ورهيب عجبتني أكثر هذه هي الحادثة اللي أعتقد أنه إيرين شافها فيتو أوكي يلا روح أول فيتو المشهد لا يمكن معاك في جزئية زينا هو شاف طبعا الماضي وذلك ولكن شخصية إيرين تغيرت من البداية يعني هو يبحث عن الحرية بالبداية فما تقول تعدي بحث عن الحرية الآن بعد ما شاف الحقيقة لا أوكي هو نعم شاف المشهد حقبوه وشاف هذا الكلام هذي طلع في المنقم مثبت ما في كلام ولكن إيرين شخصيته يوم يقرر أنها خلاص من اليوم ورايح ما راح أقول لهم شي اللي صاير هي في اللحظة اللي أدرك فيها أن هستوريا من دماء ملكية وأنه قال ما راح أصبح لهم يجربون على هستوريا من يوم أنه كان في وسط القاعة وبدأت كانوا يكرمونهم بعد ما حققوا الإنجاز تلك اللحظة هو اللي قرر فيه أنه خلاص ما راح يعني أشارك لا ميكسا ولا آرمن ولا أي حد شي اللي أنا أعرفه خلاص سكت مقام يتكلم مع أي حد وصار من عزل من نفسه قبل صالفة تقبيل يادها يعني من وجهة نظر فيتو كلام جميل من ماجد بس أنا أشوف أنه بالعكس يوم قبل يد هستوريا هو كان يتغير من قبل إيه لكن التغير اللي على قولته من القشة اللي قسم الظهر البعير كان عقوب ما شاف تكرياتهم بأس أو قبل يد هستوريا فكان التغير الأعظم الكامل لإيرن اللي شاف نفسه فيه يوم هستوريا واللي هو عرف بوجهتها إلى عين سؤال اللي بعدها لك يا دحوم وهو يقول هل عمالقة دك الأرض جميعهم من أفراد عائلة الأكرمان وتم تحويلهم وهذه هي الجرائم التي ارتكبتها العائلة المالكة بحقهم؟ بس ما أجد عادي جاو 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 لا أنا هذه النظرية كانت موجودة في السابق لأنه بسبب الكلمة اللي قالها يوري إذا من غلطان لكيني أكرمان إنه خضع له وقال له إحنا أسفين أن ارتكبنا في حكوم جرائمه أتوقع أن الجرائم يقصد التجارب نفسها التي أقيمت على الأكرمان عشان يطلعون زي كذا وأن حاليا أي أحد من الأكرمان زي ميكاسا زي كيني زي ليفاي يعني يمرون بتغييرات جسدية مفاجئة ومؤلمة وذكريات صداع وما إلى ذلك هذا هو الاعتذار من وجهة نظري الاعتذار لهذا السبب وليس لأن عمالقة الجدران كلهم من الأكرمان الحين يعني حسب ما توضح لنا أن العمالقة التي تصنعها أساسا يمر في البعد الآخر فمن وجهة نظري لا العمالقة إذا كلهم صنعتهم يمر واستدعاهم كارف روتس وهذا السؤال الذي وجواب عليه عبد الجليل لأحد الأشياء التي ننتظر الإجابة عليها كيف قدر يطلع هذا العدد الخرافي من العمالقة الدك الأرض وخلهم يصطفون يبنون الجدران عليها ويسوون تصلب ويبنوا الجدران عليها وهذه أحد الأشياء التي ننتظر فعلا الإجابة عليها لأنها قصة فعليا بدت من الجدران فلا بإجابة على هذا الشياء الفيت سليم بس أديل على الإجابة يعني كل العملاق المفترض أنه إنسان في الأول قبل أنه مستحيل أنك كذا عملاق يطلع فجأة فعمالقة الجدران وكل عملاق موجود وفي النهاية يجب أن يكون إنسان سأل لبعد أنك يا عبد الرحمن بعد الباصو يقول هل تعتبر إيرن حالياً واحد من أعظم شخصيات الإنمي والمانقا؟ أيها أنت حين هذا الأسئلة المطلوبة التي نحن فيها إيرن إيرن إلى هذه اللحظة يعني مرجح أنه يكون من أفضل الشخصيات في عالم المانقا والإنمي إلى هذه اللحظة إلى نهاية المانقا ما قدر أجزم لكن إلى هذه اللحظة والمقاومة التي يمتلكها ممكن أن يكون الأفضل يعني يعني تطبيق اللي قاعد يصير مني ومنها تجري من بعض الناس يعني شخصية إلى الآن بيرفكت ولا غلطة فهم ولا غلطة فاستحق يستحق بجدارة سؤال لك يا جلو الآن يوم من قطع راس إيرن ظهرت مجموعة ذكريات وطلع في واحد لابس بلابس بيضاء ماسكت في الطفل اللي لابس طربوشي اللي عرفنا فيما بعد إنه الطفل اللي قابلها إيرن بس إيرن يومي قابله الطفل التركي هذا أو اللي ملابس اللباس التركية كان إيرن لابس اللباس أسود في ذلك اللون فما عرفنا منه الشخص اللي كان ماسكت في الطفل ويكلمه ولكن إيرن يوم يمثل على فارقه في المستشفى يومي خدعه كان لابس بلابس بيضاء فهل من الممكن إن إيرن أثناء اختفاء لمدة ثلاث سنوات ذهب إلى الطفل وقال له شيء عن طريقة النجاح من الهجوم القادم من عمالقة الأسوار بس لك يا ماجد اللهم يرسلنا أوكي السيناريو حلو وجميل يعني أنا عجبت بالطريقة السيناريو إن إيرن نفسه اللقاء الأول اللي صار بينه وبين الفتاة الطربوش كان يبكي دمعة تنزل لنا يدنا بيقتلهم وبرضو متأثر وحتفلوا معا مع أفراد الفرقة كلهم وما إلى ذلك وصارت بينه وبين الفتاة هذا علاقة حميم فكوانا بعدها اختفى في نفس المدينة لمدة ثالث سنوات وعلى بعدين ما راح ودخل المستشفى لا عجب ولا استبعد ولا استغرب إنه فعلا إيرن جو قابل التحدي أو المشكلة الوحيدة عندي في هذا السيناريو إنه يوم إيرن داخل المستشفى في ملابس البيضاء ما كان يقدر يطلع من المستشفى لهذا السبب كان مضطر أن فالك يساعده بيرسال الرسالة لأن فالك كان عليه الشارة ويقدر يطلع بره ويرسل الرسالة لربعنا وينبه وميحذره طبعا على الأغلب الرسالة كانت تروح لقبيلة الهزرو أو لوزنبيتو ولكن متى إيرن قابل هذا الطفل على الأغلب إذا هو قابله فهو قابله قبل اللي يدخل المستشفى بس كان يمكن ملابسة ولابس بإضافتك لك ممكن هذا السيناريو رحيد وسيناريو جميل ومنطقي من جهة نظر الله عليك يا مرد أنا عارف أني أعطيتك باس كده الله يسأل لا أنا ما أعتقد أن تقابل معه إذا على كده فإيرن في كل مكان بروح له بيقابل ناس ما لها علاقة في الحرب هذه ورح ينبههم فأنا ما أشوف إيرن عندها الوقت أنه في كل مكان يروح له بيعطيه بيعطيهم تنبيه وبيعطيهم أنه في حمالقة فأنا ما أشوف أنه راح له أو كي بكى كي دمعت عين أنه بيصير دمار والسبب لهذا الدمار هو أنا لكن أنه يروح يكلم شخص ولا شخصين عشان الدمار هذا وأنا أستبعده أستبعده لأنا إيرن ما عنده الوقت ليخليه يفعل هذا الشيء فيتو أنا أتكلم شيء افتراضي بحث يعني ممكن بشكل كبير أنه غلط بس يعني أتكلم كأن أنا جاءت فرضية فراسي وحبيت أني أطراحها أنه بشكل عام حين زي ما شفنا للبس لقبيلة هذا وللأب وللعائلة هذا حتى طريقة تقديمهم للطعام نفسها طريقة تركية وعربية وبشكل عام فغليبة ما هي تبعا للقبائل المعروفة التي نعرفها في قصة أتاكن تايت فإنه يجيهم إيرن طبعا أنا أقول في رضية أن إيرن هو اللي جاه فإيرن إنه يجيهم بالتحديد ما هو بس عشان ينقذهم إنه فيه مغزة فيه شيء في الموضوع وإنه طلع في الذكريات خلال يوم يكتع رأس إيرن بالتحديد إلا إنه فيه مغزة من هالشيء وشو هالشيء راح يوضحنا في الشابترات القادمة وش سالفت هذولي ومنهم هذولي ومنهم وين جوا فيتو كون إن إيرن بكى قدام هذه العائلة وكون إنه عنده ماضي معاها وكان عنده وقت على فكرة قاعد ثلاث سنوات كاملة على ما بدأ الهجوم على ما خططوا على ما هاجموا ثلاثين سنة على ما بنوا القطار بعدين سنة على ما راحوا هناك عبد المارلي ففيه فترة انقطع فيها اليوم ميكاسة تجي تقول حق إيرن إيرن أرجوك أعد معنا البيت أو أعد معنا إلى المنزل للوطن يعني فيه فترة سنة كاملة إيرن قاعد يتمشي ولبس لبس الدين وتنكر ودخل المستشفى وصول بالعاوي والتواصل مع الأوزنبيت وتواصل بالرسائل فكان عنده وقت كافي وزيادة لأن اللقاء اللي صار بينه وبين العائلة دي كان في أول ليلة لهم أو ثاني ليلة لهم في دولة المرلي أو في قارة المرلي فكان عنده وقت كافي وزيادة أنه يجوا يحذرهم وليش العائلة دي بالذات؟ لأنه صار بينه وبينهم علاقة يعني فيه طيافة وفيه محبة فيه سهرة فيه صار بينه يعيشوا ملح على قاراتهم وهم في النهاية زي ما قال معاذ أو ما قال قبل شوي ما لهم أي علاقة لا بالمرلي ولا بالألدير فهم شيء إضافي قاعد يتضرروا وهم ما لهم أي علاقة هم دولتهم دمرت ونازحين لاجئين يعني ما لهم ذنب في اللي قاعد يصير حاليا في الحرب هذه فكون أنه إيرن ولا ليش الكاتب رسم الصورة دي أصلاً ورسم إيرن بملابس بيضاء ليش يرسم بملابس بيضاء إذا كان مش أهو اللي جي حبرها الذكرات اطلعت عند إيرن فهي أساساً إيرن اللي شاف ذا الشيء أو أحد من أسلافه فإذا ما في أحد من أسلافه قابل ذا الفتاة فهو إيرن اللي قابله ولابد أن إيرن اللي قابله فالسيناريو أنا أشوفه ممتاز جداً ورائع والله فيته خرغة فيها جلو السؤال يقول لك في قتال فردي يعودك السؤال بعد البس في قتال فردي بين ليفاي وأيرن ولكن إيرن عند قدرة العملاقة المطرقة يعني ما بعد تتفعل عند قدرة المؤسس باس لك يا دحو ليه؟ لشان يعارف أنك مرطقي ليه؟ ليه؟ يا عمي شوف ما أبقى لا شيء الرجل شوف شوف طبعاً يوم أخذ المطرقة صحي عنده اثنين وليك أيضاً تلاتة ثلاثة ثلاثة بس المؤسس ليس متفعل مية بسمية أوكي بس عنده ثلاثة يعني عنده المهاجم والمطرقة والمهسس نعم يا رجل بدون المطرقة يا رجال أشوف حيث المؤسس فيه المهاجم كافي يا رجال والله مهاجم كافي أوكي يعني أشوف اللي خلى ليفا يتفوق على زيكي في اللحظة ديك لأن عملاق وشخصية قوية منهجها من الخلب لكن لما يكون معركة وجهن لوجه ليفا يراح يواجه صعوبة فهم بالك شخص اللي يتفوق على الكل إيرين نفسه وتعطيه وتعطيه قدرة المطرقة وين يا رجل وين يصلب نفسه فترى إيرين واجه صعوبة بهزيمة المطرقة لأنها مو عارف يعني يعني يوصل لها لأنها تتحول نفسها إلى أذكر زي الألماس أو تجمد نفسها فكان واجه صعوبة إيرين فما بقى لك تقاتل مع شخص يعتبر بشاري ووش سلاحة سلاحة سيوف أو سكاكين أشياء ما تقدر تخترق له العملاق المطرقة فإيرين راح يشق ويشق اللي معه كله كلام 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 يا رجل تتكلم عن ليبي تتكلم عن تقنيات وقوة اللي باي إنه أول شي صغير الحجم هذا ما هو نقطة ضعف هذه قوة عند لي باي إنه يمدي يتحرك لا ما تتكلم صغير حج مقازف لا صغير الحج إنه ما هو عملاق عالق إنت هذا ما هو نقطة ضعف هذه نقطة قوة إنه حتب بالصخر إنه بدي يتفادها لأنه ما هو عملاق فيكون حركته سليسة أولا ثاني تقول بالسيف ضعيفة بالسيف يا رجل شفت ما سوى بزيك يا رجل ما تتكلم عن لي فواني ما تتكلم عن أي شخص ثاني الشخص اللي مفروض اللي حين قاعدين نشك إنه الأكرمات عنده بقوة عمالقة على هيئة جسد بشرية فكيف تقول إنه كبشري عادي فلا إذا كانوا بدون عملاق المؤسس فقط كعملاق ذا وكاللي شي شبناه من قبل إيرين اللي فأي للأسف يعني سينتصل تأييد رأي أعطيه تأييد سيت وسلي مقنع وقول مؤسطور يا رجل سؤال اللي بعدها لك يا جل ويقول لك من أحسن متحكم بجسد العملاق حقه من بعد إيرين يعني إيرين هو الأفضل هل هو قيلارد أم آني؟ في الحقيقة؟ أي سيئة كملت سؤالت أه؟ أه؟ طبعا أنا هي المتحكمة الأكبر في العمالقة من بعد إيرين أساسا لأنه إحنا شفناه تصلي حركات من تصلب أنا أول مره أشوف عملاقي يقفز أنتوا شفتوا عملاقي يقفز من قبل أنا كانت تقفز مرونة رشاقة يا رجل يكفنها قاتلت اثنين من الأكامان اللي هما ميكاسا وليفاي ولي اثنين من الأكامان اللي هما ميكاسا وليفاي كانوا يقاتلونها وكانوا يحاولون يخذون إيرين اللي فيها وبعد ما أخذوا إيرين وانكسرت رجل ليفاي قال ليفاي لازم نمشي الآن لأنه خلاص أهم شي نحقق هدفنا مو المهم أن نقضي عليها الآن هذا الهدف الثاني ممكن يشكل علينا خطورة فبالتأكيد أنا هي المتحكمة الأفضل في العملاق بعد إيرين أصلك ويتصلب على الهارة ونصر يدها هنا ونها أنا يا رجل أنا عمة ميكاسا هي الأفضل سؤال اللي بعد لي أنا ويقول لو كنت في عالم العمالقة ما هو العملاق اللي تتمنى أن تمتلكه وستقف بجأنب من الألديا إيرين زيكي مارلي أمهنجي والله مدام السؤال كذا ومعقد جدا فاودي أواهق ياسر فيه تفضل يا ياسر زينا حبيبي أخيك العملاق والله أشوف أعتقد راح أروح مع اليقاريين أعتقد راح أروح مع اليقاريين مو مع إيرين مع اليقاريين أي إيرين هو من اليقاريين بس هو قال هنا اليقاريين أعتقد فالشورة لا قال إيرين بس خلاص إيرين نفسي إيرين إيرين راح أروح مع إيرين أو شي ضمن اليوم يا مجرم يا مجرم أي بالنسبة للعملاق عاد العملاق يعني هما نقدر ناخذ المؤسس ولا ناخذ ذلك مع إيرين إحنا رحنا معاه فما ناخذ منه شي عادي عادي خذ اللي تأمين أدري 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 لكن يا فضل خلا ناخذ العملاق المطرقة يا رجل أحس كذا أي شيخ خذ لايك أي جهجل مطرقة يا أخي يا أخي يا أخي لا أطلعت مجرم يا ياسر طلع معنا في الحزب على نظرياتكم المفترضون ما يكونوا مجرم أي صح إن شاء الله نظرياتنا صح سؤال اللي بعده يعود لي أنا ويقول في الفصل 126 ذكر أن قوة ليفاي تساوي قوة عملاق من العمالقة التسعة هل يشمل ذلك قوة العملاق الضخم أو المؤسس الكبار في الحجم من وجهة نظري نعم ليفاي لو عطيتها أي عملاق يواجه فهو سيواجه قوة هذا العملاق ورح ينتصر عليه نعم ليفاي لواجه أي عملاق من العمالقة واحد رجل لرجل يعني عملاق من العملاق في وسط غابة كذا أو مباني بقصة يعني بقصة ما في مجال فيتو أنا بس أبي أتخيل العملاق هذا هو إيروين سميث أبي أتخيل مثلا عملاق المطرقة إيروين سميث قدامه ليفاي أقسم بالله والله لا يدعس عليه زي الحشرة والله يعني لما أقول لك هذا عملاق ولا وعنده إضافة يعني عملاق المطرقة أو المهاجم ولا عنده قدرة إضافية يعني عندي عنده أفضلية عن جميع البشر عن جميع البشرية أوكي ليفاي عندها القدرات التي تفوق على قدرات البشر لكن لما أقول لك عملاق متحكم بشكل كامل وعنده عقل لا بأقول لك وقف هنا الأفضلية لا العملاق نفسه لكن مين العملاق؟ يعني مستحيل أنا أقول لك العملاق كوني أنا هنا بنتصر ليفاي بس أنا أقول لك هيروين أنا أقول لك إيرين لا والله ما عليش مين ليفاي يقول لك هنا عبد الجليل بسألة قبل لا يقول لك انكسرة رجلة عند آني ويأتي تجيب لي شخص أفضل من آني والله أنا لا ينجل جولدن فيتو أنا أقول لك أولا اليوم راحه عند آني الجاب العيد كانت ميكاسا وليس ليفاي وأساسا الهدف ما كان هزيمة أو قدس الآن الهدف كان إنقاذ إيرين لأن إيرين هو الهدف هو الأساس إذا تبيت قيس على معركة فما في أذكة من زيكي وعنده 30 عملاق فسط الغابة حولهم ربع اللي باينة بسهم يعني مستخدم نقطة ضعفة ضدها طاقمك جيشك ربعك 30 واحد وأنا العملاق القرد الضخم فسط الغابة شرحهم لا شورم كلهم قطعهم تقطيع سوى فيهم شي ما صر لسوى وجال عنده وقطع شورم للمرة الثالثة على التوالي ثلاث مرات يقطع زيكي شورم ثلاث مرات مرة عنده ومرة أوكي بتعاونين بس برضو هي تشريح في حسب في الليبرو والمرة الثالثة في الغابة الغابة يوم جاء في الغابة ومعاه 30 عملاق هو يتحكم فيهم شنو عملاق ذاكي مثل زيكي يتحكم بثلاثين واحد وقاعد بس يبين حاش بس يبين يطلع من الغابة وما خلى قاعد يرمي عليه الروس عمالك ويسوي ويحاول ويفعل ويمين يصار قطع هو مع الثلاثين العملاق حقينا كلهم هذا لما يقول لك بقوة مو بعملاق قوة واحد ثلاثين عملاق ثلاثين عاديين واحد دكي عبقري مثل زيكي عندها قدرة عملاق القرد ومع ذلك كافو كافو سؤال اللي بعدها لك يا معاد ويقول كيف سيموت إيرين باس كيف سيستخدم وكيف سيخدم هذا القصة موت القصة يلا أنا فأقول لي شخصي من حرق من زمال كذي يلا عبد الجلي أخيرا أول شي نهاية القصة رح تكون بموت إيرين هذا شي أنا أعتقده وأعتقد أنه أفضل نهاية موك اللي يختم فيها أنا من العمال في نظرية معاد اللي أرمين يأكله لكن يلا بقول خلاص أرمين يأكله يلا مدين يلباس وهذا تعريح وهو يبغي يجوح بس ترى أرمين مرح يتخذ القرار هذا إيرين هو اللي رح ينقص بفم أيوان إن شاء الله القرار إيرين فالأخير أنا أعطيتك باسخ موديل أهم شي نظرية معاد أهم شي يعود السؤال لك يا معاد في الحلقة الأولى وتحديدا أول لقطة شفنا إيرين لما حلم شاف لقطات كثيرة من المستقبل وكلها تقريبا تحققت السؤال هو كيف إيرين شاف هذا الشيء رغم أنه في ذلك الوقت لم يملك العملاق المهاجم بعد بكل سؤال بكل سؤال زي ما إيرين وسوس لأبوه قول ما يولد يمديه يعني يوري نفسه شلون صار هالشيء وبس باختصار شديد إيرين آآ قريشيا قبل ما يولد إيرين راح لم عائلة الريس راح جاه يقتلهم جاه كده تردد أنا طبيب أنا مفهول ما أكتل هنا إيرين المستقبلي راح لم غريشيا اللي هو أبوه وسوس له لا سووا كده وسووا كده سووا كده في مثل ما أن غريشيا إيرين وسوس الأبو قبل ما يولد في طبيعة جدا يقدر يروح لم نفسه ويوريه ذكيات الموجودة نفسها فيها إيتو شلون شلون تقول قبل الولد وقت اللي يقوم لي وسوس لغريشيا وغريشيا وقت طلع من هناك وراح عطاها العملاق عطا مين وعطا إيرين اللي ما فيعدين ولد لا يا صاحبي هو نعم كلامك صحيح بس على فرضية اللي وسوس للبوما هو إيرين نفسه لو قلنا أن البوما يوم يقول حق جريشيا هذا من أجل تنقذ ميكاسا وآرمن وكان هذا الكلام الوسوس اللي في راس جريشيا عفت كروغر إيرين كوغر اللي وسوس لهو إيرين نعم هذا الكلام ينطبق لكون كلامك صحيح إيرين واسوس إيرين كوغر البوما هذا أول قبل حتى لين ولد إيرين نفسه واسوس له باسم ميكاسا وآرمن هذا الشيء المنطقي في الموضوع لأن ميكاسا وآرمن لا يعلم شيء لجريشيا ولكن يعلم الكثير لإيرين فلهذا السبب ممكن منطقيا أن الوسوس حق البوما يقول هذا الكلام حق جريشيا عشان بعدين إيرين يشوف هذه الذكريات ويتذكر ويعرف أن تفضحيات يكل عشان ينطبق فهو إيرين فيكون إيرين نفسه حتى قبل أن ينولد هذا الشيء منطقي فيتو شوف الكلام اللي قلته منطقي لكن ما أعتقدني برضو رجع حتى قبل ما يولد وقال كروغر ومن الكلام هذا عشان يمهد الطريق الواضح قدامنا أنه ممكن أحد العمالقة أو أحد ملاك العمالقة العملاق المهايد أنه يقدر يشوف أجزاء أو تتسرب لجزء من ذكريات الأشخاص اللي رح يستخدمون العملاق سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل عفوا فأعتقد اللي صار هو ترابط ذكريات بحكم أنه أصلا هو يتكلم مع أبو إيرين تمام اللي هو رح ينقله العملاق المهايد وبعدين هو بيأخذها بعدين في النهاية إيرين فأعتقد هي ارتباط ذكريات الأكثر الأكثر من كون إيرين وسوسنا أو شيء زي كذا يعني فهذا اللي يعتقد السؤال الأخير معنا في هذه الحلقة لأخونا الغالية وعطاها باصفة ومش السؤال الأخير هل من الممكن أن يومر هي من خططت لكل شيء في هجوم العمالقة من أجل أن تلتقي بإيرين لمين الباص لا 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 ما أعتقد أنها مخططة لكل شيء أنا ذكرياتي قليلة صراحة عن يومر لكن أنا أذكر أنك كان ماضيها أسود مو ماضيها يعني كانت محاربة كانت قاتل كانت عندها هداف كانت يعني مسكينة فعليا كانت تهرب وجهتها الجهل القوة العمالقة ثم استمرت الحرب هذه مئة سنة ما أدري كم فما أعتقد مخطط هذا كله ما أعتقد حتى أنا أذكر أنها كانت محاصرة نفسها في المعبر حقهم فلو كانت مخططة كانت قالت إيرين يوم تلاقى معها كل شيء حتى تصور للموضوع فما أعتقد أنها مخطط هذا كله السؤال الذي بعد لك ياسري يقول هل من الممكن أن إيرين المستقبل مات وعندما مات أرسل رسالة للماضي لإيرين من أجل أنه يغير المستقبل سبب في ذلك أننا رأينا أن إيرين شاف المستقبل وهو صغير دون أن يحصل على قدرة العمالقة بعد إذا مات مات انتهى افترض أنه ما يقدر يرجع لذكريات ولا شيء هذا المفترض فلا لا لا آبد ما شفت غولدن فيتو هالغولدن الذي سيختم الحلقة دائما دا حوم يختم بالغولدن إن شاء الله نعم طريق لا 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 يعني نظرية حلوة الأمانة يعني بغض النظر عن أنه لا ربما قبل ما يموت أرسل لتغيير حاجة معينة صارت في المستقبل إذا تغيرت ستكمل الخطة ويسوي شيء الذي يبغى بالحكس أنا شوه ممكن تكون حبكة أسطورية لما الحاضر أو المستقبل يوصل رسالة للماضي لتغيير ما جرى ما بين الماضي والحاضر عشان يكتكمل الصورة والمخطط بشكل كامل بالعكس إذا سوها ممكن فعليا فعليا بهذه الطريقة يصير إرن ولا غلطة يعني حتى لو كان في غلطات في المستقبل أرسلها للماضي وضبطها فأنا ما أستبعدها تماما بالعكس بكات هذه اللي جيب لي إرر إرر هذا الكات بسيما يقدر يسويها ويبدع فيها يوم هني صراحة ليسأل وعلى هذا يكون خلصنا هذه الحلقة البيتو منقا الهجوم على العمالقة كانت رائعة جدا معكم يا شباب إن شاء الله نعدكم بأننا الحين الطاقة مفتومة اللاين نقدر نسوي لكم حلقات زيادة فهلا في هذه الحلقة عشان نجواب عليها في الأسئلة القادمة وفي الختام قلوا معاي سبحانك اللهم بحمدك أتشهد أن لا إله إلا أد أستغفرك وأتوب إليك لا تستطيع اشترك معنا في القناة وضغط زر اللايك والشير ونشوفكم على الأخير اشتركوا في القناة